قدور 120 دائما متواجدين رغم حقد الحاقدين متواجدين يوميا بدون انقطاع بدون توقف لأزيد من خمس سنوات يوميا لا يشغل بالنا إلا القضية دينا العادلة وسنربحها وسنزيل اللتام عن كل التجاوزات والخرقات والطقوب والعيوب والتحرمية والتشليب حتى يتم تصحيحها وإصلاح الأعطاب التي جاءت بها الأنظمة الجائرة 85-2003 إلى آخره ومن سوش دي 2019 يصير خمس يا الخمس علي لدي الرئيس يصير خمس عولة الرس طلعت إليه في الرأس إذن كان واحد تطورة وهذه الطورة ستكون في وزارة التربية الوطنية بعد ما تمت الهيكلة التنظيمية للوزارة التربية الوطنية وتحديد اختصاصات للوزير التربية الوطنية وذلك بعد ما دهز هذا المرسوم اللي كنا علمناكم به قبل وما فيه باز نذكره به جوج 24 وعشرين ثلثمية واثنين وثمانين إذن نعطيه واحد اللمحة حول هذه الهيكلة التنظيمية وتحديد الاختصاصات للجميع سيلتزم لكي تكون هناك جودة ومرضوضية ومهنة مهن الطربية والتعليم يقولون دي بروفيسيا إذن ننطلق على بركة اللي ونبدأ معكم كونوا معنا في الموعد ومن بعد ما نكمل هذا الفيديو سنجد روحة مباشرة ما فيها بس ونعطو تفاصيل وليزيستيماسيو دي لغادي ترقاو تحال كفاء المياني 2023 وأيضا ترقيا بالاختيار 2023 سنقوم بإعطاء بعض التخمينات وفي غالب الأحيان تخمينات دي أنها تكون صاقبة وتجسد على أرض الواقع أحب من أحب أو كاريها من كاريه لأن اللعيبة دي من تكون فيه بالجعيبة وفي اللعيبة بالجعيبة تم عارفين الباقي إذن تحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية وهيكل التنظيمية دي لها فهي ستجعل واحد واحد التورة التورة الحقيقية اللي قد حقق الأهداف دي لها الرامية إلى الجودة والمرضوطية الإنتاجية أعطيني نعطيك أين إنتاجية كين زيادات إذن كانت زيادات إذن خذكم تعطوه المرضوطية والجودة هاتشي عالش دار لأن الهندسة الحكومية الجديدة اللي جاءت بالحكومة دي الأخ النوش بـ 2021 أضافت جوشك المكونات إلى وزارة التربية الوطنية اللي اهتمت عريمون هي التعليم الأولي اللي غيكون دعميم دياله في أفوق 2028 وأيضا الريالة العلم يكون مرتفتحت واحد معهد ديها المهن الرياضة إنستيتي ديميتي سبوكديف ربما في منعطي رابي إلى أخير إذن هذا يؤكد أن بشداء من السنة المقبلة سنبدأ في الإيجازة المهنية من البقالوي اللي يريد تعليم يدخل له وهو بقي يعني جديد دموع لخده يكون يحب التعليم وتكون الرغبة دياله التوجه دياله والتعليم إذن سيقطعه مع هذه القضية ديالت تجد الإيجازة ودخل التعليم في مكان في كولوفكري مهنة لا مهنة ما لا مهنة لها دم يلقى الواحد في ندخل ليجي التعليم إذن لكي تكون التعليم خاصة تحدده من يجد كالوريا وشغلت بشي التعليم ولا مهنة بشي التعليم إذن كذلك هذه إعادة لهي كلام هي تفعيل للقانون الإطار والتماشيين مع القانون الإطار لجاء لجاء في القانون الإطار 21 17 المتعلق بمنظومة طربية والتكوين والبحث العلمي وإعمال مبادئ وقواعد الحكام الجيدة في تدبير المنظومة الطربية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفية سيرها إذن هنا غد منثوش يعني خاصة ذاك كل شي يكون تماشيا أو استحضار يعني توصيات النموذج التنموي 2021 2036 إذن هذه إعادة الهيكلة أول تتماشى مع الهيكلة الجديدة الحكومة الجديدة وإضافة هذه المكوين التي نجهج لها ثانيا الرؤية الاستراتيجية 2015 لإصلاح التعليم 2015 أو المنظومة التعليمية برمتها 2015 2030 نجد بقانون إطار 51 2017 واستحضار للتوصيات النموذج التنموي التي هنا غدتين في واحدة لا بغتي أتوصل هذا غطيه وتلقى غريه هذا سيحدث تغييرا عميقا طرفه في مهن التدريس ما هي الأهداف هي من أجل القطع مع يعني الانقطاع عن الدراسة والرفع من فرص النجاح الأكاديمي والمهني اللي كان دائما تكون إيشوي في الإيشوي واعتمادا على آلية محفزة للإشهاد على جودة المؤسسات اعتماد آلية محفزة للإشهاد على جودة المؤسسات إذن هذه الأهداف الثلاثة سير 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 أعطيكم واحد لمحة لكي تعرفوا أنها تكشيرها سيقول بيان عندي طيين وايلي وايلي وكذلك المطاق لم ينسوا الإرصاة هذه الهيكلة الجديدة للمصالح المركزية للوزارة سيكون تماشيا أيضا مع مطاق مطاق المرافق العمومية ورقمناتها اللي جاء بالقانون 19 54 أو 54 نقطة 19 إيه إصلاح التعليم المدرسي إذن هذا كل شيء يصب في إصلاح التعليم المدرسي المدرسي إذن 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 الاختصاصات الوزارة التي تم اعتمادها وهذا الهيكل التنظيمي الجديدة ستكون منسجمة مع إصلاح التعليم المدرسي المدرس إذن كما تعليمونا جيدا أن اللي كانت اللي بيلي اللي كانوا تقوم عليهم الوزارة قبل من هذه الهيكلة كانت تقوم على ثلاثة الكتابة العامة ثم المفتشية العامة ثم المفتشية العامة للشؤون الترباوية إذن علاوة على هذه الثلاثة سيتم إحداث مديريات عامة ومديريات مركزية المديريات العامة فيها تقريبا تهياء تقريبا خمسة دي المديريات مفرعة عليها ووحد المركز الوطني لالامتحانات المدرسية وتقييم التعلومات إذن كما تعلمون كين مديرية تنظيم التعليم الكولي كين مديرية مناهج التعليم الإبتدائي وكين مديرية مناهج التعليم التناوي وكين مديرية الموارد البداغوجية والرقمية ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدهمية والمركز الوطني الانتحانات المدرسية وتقييم التعلومات إذن ما بينها الخدمة ديلة الصح وديلة المعقول وهناك مديرية عامة كذلك ومديرية مركزية ندزل المديرية المركزية هذه المديرية المركزية تكون تابعة مباشرة أو خاضعة مباشرة للكتابة العام هذه المديريات كانوا جوج مديريات مديرية المواريد البشرية ومديرية شؤون القانونية والنزاعات سيتضعفوا مديريات أخرين ستقول مديرية المواريد البشرية مديرية تكوين وتنمية الكفاءات المركز الوطني للأستادية مديرية الشؤون القانونية والنزاعات ركنت مديرية الشؤون العامة ومديرية التواصل والتعارف والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرس الخصوص إذن انتهى المسائل المديرية العامة والمديرية المركزية يعني هي التي ستتولى هذه الأمور ديال المهود بالمنظومة التعليمية وتنزيل خارطة طريق بالموسى فانسيس وأيضا ماذا إشراف على البرامج والمناهيش والكتاب المدرسي والتكوينات والبحث العلمي والطربعوي وأيضا التنزيل السليم للمواد التي جاء بها النظام الأساسي الجديد وهو نظام أساسي ديال الوزارة المكلفة بوضي التربية الوطنية الذي ضم جوج أنواع من الأساتدة أساتدة تابعين للنظام الأساسي ديال 2013 جوج سيفر جوج 854 لتوضفوا قبل من 2016 وموظفين منبطقين عن القانون المحدد للأكاديميات 007 لهم اللي توضفوا بعد 2016 دارة الملاءمة وترسموا هذه الأكاديمية السابقين والترقية لهم تهيئة دارات وحتى الآن ننتظروا المستحقات ديالهم اللي قد تكون بأطر رجعي منذ تاريخي ترسمي والعداد اللي ترسموا رغم أشاروا ليه في بلاغي الرسمي لوزارة التربية الوطنية اللي وصل حتى الـ 15 آل اللي اخوشي حاجة دارة 120 المشكل رغم أكينش مآمن كونوا معنا في المباشر القادم وما يدوم إلا صح إلا مصح صح ودارة 120 المشكل رغم أكينش مآمن